محمد الباز محاجة مهمة جدا جدا هنلقى الدوق مع محمد الباز اللي برحب به محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني أنا قلت طبعا السنائيات هتكلمنا عليها بشكل مفصل وبشكل كبير كمان نسلط الدوق محمد النهاردة على واحد يمكن ما عندوش هالة إعلامية مظلوم إعلاميا حتى على مستوى القرى الأوروبية نتكلم على توماس مولر طبعا نجم البايرد خلينا الأول محضلنا نعيف البداية والسنائيات سنائية طبعا أخطر سنائية موجودة في البريمير بليج لهذا العام سون وكين سون وكين سنائية نارية جدا بيعملوا دويته بشكل رائع جدا مساهمين في أكتر من تقريبا 51% من أهداف توتنام لهذا الموسم يعني موسم تقريبا 35 هدف حتى الآن عايزين نوضح هم بيشتغلوا إزاي مع بعض نجاح السنائية دي متوقف على قوة هاري كين وقوة سون الاتنين بلعبوا مع بعض بفترة طويلة جدا وده مساعدهم أن هم يقروا بعض بشكل كويس جدا الستايل لعب هاري كين كابتن هاني وستايل لعب سون ونقاط القوة عندهم هم ده السبب الأساسي في نجاح السنائية دي عندنا بعض الحالات أهم ما يميز الاتنين أن النجاح السنائية دي بتقع فيه حالتين أو ثلاث حالات أو ثلاث عناصر مهمة إزاي بلعبوا اللونج بول مع بعض بشكل كويس جدا أو الشورت بول أو السروب باس فيه تفاهم واضح ما بين هاري كين وسون فيه أنه يعمل اللونج باس وكمان على المحور التاني إزاي يعمل الشورت باس في العمق والتحركات بتاعة سون وكين دي صورة طبعا للونج بول اللونج بول هنا دايما بصينا ده الماتش طبعا المان سيتي الأخير اللي فوز فيه توتن عام 3-2 لو بصينا هنا شوف ده هاري كين هاري كين دايما بينزل نص الملعب بتاعهم عشان يبدأ الهجمة مع أن هاري كين طبعا هو سترايكر الصريح أصلا فبينزل طريقة اللعب بلعد كنتي من مبداية لازم تتكلم عليها عنده واجبات دفاعية وإحنا خسرين كرة أو طبعا خسرين الكرة يعني هنا نبص الهجمة ديت على سبيل المثال هاري كين هنا يعني احنا عزين نقف على اللعب دوت هاري كين عينه على طول على السن زي ما احنا شايفين كان ممكن يبصيها هنا كان ممكن يلعب هنا وان تو ويجري وياخد المساحة معنا ولكن هاري كين عينه دايما على السن دايما ما بينهم السنك ما بينهم البيرين فاهمين بعض بشكل كويس جدا لعب الكرة بالشكل دوت يعني هنحرك معنا الحالة التانية وطبعا اللعب الكرة زي ما بقولك كمان هو لو انت بتتكلم علي هاري كين بتتكلم علي صن انه كمان صن عارف ان هاري كين ده التواصل الكمبينيكيشن ما بين اللعيبة اللي واضح انه عارف بالزبط ان هلعبه في المساحة الفاضية بالزبط يعني احنا لقطة التانية لقطة التانية كرة نزلت عن سن احنا هاري كين كمل تقريبا واحد وستين يارض مكمل معنا يعني احنا عايزين نشوف دخل معنا في العمق يعني احنا دلوقتي ورفع ايده لسن سن هنا كان عنده اكتر من حل ان هو ممكن يلعبه يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا كان ممكن يلعب هنا كان ممكن ايضا بيلعبها من وراء المدافعين للمهاجم صحيح ولكن سن عينه على سن هو ده السنك المبينهم رفع ايده وتحرك له سن سوري هاري كين هاري كين تحرك في المساحة طبعا دي دي الاخضر ده كان فيه كان فيه زوية رؤية لحامل الكرة اللي عنده وعنده حلين لكن دايما سن شايف اكتر هاري كين هاري كين شايف سن بشكل كويس وبالتالي تحرك ما بين الاثنين السنكين بشكل اذا كان ضرب طبعا اوف سايد ونزلت الكرة ترجمت لهدف اللي احنا عايزين نقوله من هنا كابتن هاني في المثال اللونج بول دايما انه هم فعلا قريم بعض حافظين بعض بشكل كويس جدا حتى في تصرحات هاري كين يقولك احنا بنتمتع باللعب مع بعض كان فيه اكتر من حل عند سن زي ما قلنا كان فيه ايضا من بداية الهجمة لو رجعنا تاني كان ممكن هاري كين يبصيها على الجناح مين على الطرف ويجروا ويعمل وان تو ويخش على الجون ولكن انه بقى عنده السنس بتاع الملاعب ودي بفكرنا بروني اللاعب الوحيد الحساسية اللاعب الكورة لونج بولس ده اهم ما يميز السنائي ده ترجمة الهدف ده مثال واضح جدا للكرات الطويلة اللي بيلعبوها مع بعض عندنا لو هنبص على الشورت بس ده برضو ده طريبا الهجف الهدف الاول في الفريق بص دايما هاري كين بينزل زي ما قلنا بيستخدم قوته في طبعا او بيستخدم عنده بيحضن بشكل كويس او بيقدر يستخدم الكورة ويستخدم جسمه بشكل كويس لو هنرجع لو هنرجع في الصورة اللي قبلها بيتبين لنا اه دي الاستلام هنا في المشهد ده وعد في الكادر ده كابتن هاني سن من الظاهر خالص ولكن سن هنا بيجري من على الطرف صحيح هاري كين بطرف عينه لمح سن هو ده السنك اللي ما بينهم على طول ده المثال اللي دايما مقرر في الحالات لعبها ما بين كل ما بين الاتنين الدفاع بمان سيتي على طول سن ضرب الأفصايد وبدأ ان هو يستلم الكورة وبدأ يلعبها طبعا ليه طبعا هم هاري كين لسه هناك وده ترجمة الهدف طبعا انت بتتكلم في نقطة مهمة جدا ان ده خلاص هو خلق موقف اتنين على اتنين وبالتالي موقف فرصة هدف لكن المهم جدا تاني في الموضوع ان العلاقة والطايمينج مهم جدا ان الطايمينج لان ممكن جدا خاصة انطلاقات صن ممكن جدا لو اتأخر هاري كين جزء من الثانية هو بيطلع افصال فبالتالي هم متمرنين على دوت شايفين المساحة بشكل كويس والاهم من كده ان كين كمان ما بيديش لصن في رجليد ده بيديله في المساحة القدرة الهجومية لسرعات صن بيتأهله ان هو طبعا يقدر يضرب اي خط الفاعل وده اللي بيميز قوة صن في الستايل لعب في التمركزات في التحرك الطايمينج فاهمين بعض بشكل كويس جدا وده الامثلة مقررة جدا سواء كان اللونج بول او اللونج باس او حتى الشورت باس صحيح صحيح اهم ما يميزهم هو طبعا الفينيشينج برضو عند سون التحركات الديناميكي اللي بيلعبوها دايما وبيخدم عليهم طريقة لعب طبعا كونتي مع توتنهام بالشكل ده عندنا حالة تالتة تانية مقررة بشكل كبير احنا كلمنا على اللونج بول وكلمنا على الشورت باس نتكلم على حالة تانية مقررة لللونج بول برضو ممكن الشباب يعني يارضوها معنا كان في ماتش ليتزي يونيتد الاخير كان فاز طبعا اربعة صفر على ليتزي يونيتد الهدف الاخير بنفس الكلام كابتان زي ما كنا بنتكلم شوف هاري كين فين معينه ده المهاجم الصريح لتوتن هام دايما بينزل للأدوار الدفاعية على عكس طبعا نقاط الضعف عند السون بالتحليل ان هو ما بيشاركش بشكل كبير جدا في الحالة الدفاعية فدايما هاري كين بيبدأ البلدوب من هنا بص هنا يعني احنا لو هنكمل شباب معنا في الصورة شاف هنا السن التحرك بتاع السن ده السنك اللي ما بينه بشكل كبير طبعا سن مش موجود في الصورة لان زي ما بقولك هي هو خلاص هو من غير ما بيبوس يعني بلغة الكرة كده اللي عايبة بتقولك انا باخد الكرة وبحطها من غير ما بوس كان فيه سنائية واضحة جدا ابو تريكا وصلاح مثلا عارف جدا ابو تريكا بياخد الكرة وعارف انه هيتحط الكرة دي لمحمد صلاح اللي عنده سرعات فاللينك دوت مهم جدا جدا ما بين طبعا كين وصانيا بكل تأكيد الكرة نزلت عند السن بسرعة سن والتايمينج انه هو ترجم الهجمة لجوت يعني دايما يقال في التحليل تحليل التزديدات او الكرات او اللمسات من هاري كين انه هو عارف كتر الكرة فهمها بشكل كويس جدا ودايما التحليل ما بينهم معظم الاهداف المقررة بنفس الشكل دوتا كابتناني بتثبت قد ايه هم فاهمين بعض بشكل كويس جدا والاستايل اللي عبوهم مناسب بابا هم تقول كم هدف؟ احنا عندنا معانا شباب لانا نتكلم على سبعة وثلاثين هدف مساهمة ما بين سن وهاري كين لهذا السيزج او لا في تاريخ الفريمينج يعني ما ضربوا كل ارقام السنائيات التانية كان معانا لامبرد روكبا ستة وثلاثين هدف كان معانا اجويرو سيلفا تسعة وعشرين هدف واخر حاجة كان هنري وبريز كانوا تمانية وعشرين او تسعة وعشرين هدف هم قصروا الريكورد وحقاوا احلى سنائية بتحصل في تاريخ هم معانا للاهدف طبعا دار السنائية افضل سنائية مساهمة في الاهداف في تاريخ الفريمينج زي احنا بنقوه خلاص سن وكين السنائية عدد الاهداف سبعة وثلاثين وضربوا الرقم لامبرد ودروكبا جويرو سيلفا وهنري وبريز اللي كانت تسعة وعشرين وبالتالي سن وكين يعتبروا من افضل سنائية على مر تاريخ في احراز الاهداف في البريمير ليج بعدد سبعة وثلاثين هدف سنائي مشترك ما بين سن وكين في البريمير ليج طيب كنت بتكلم كمان على الجزء التاني بنتكلم على خلينا نتكلم على توماس مولر توماس مولر لعيب كبير جدا على مستوى عالي اداءه مميز جدا سواء في البايرن سواء في المنتخب الالماني الكيرف بتاعه ما بينزلش يعني دايما في مستوى سابت ولكن عندي مشكلة ان توماس مولر لا يسلط الدوق عليه في الجوائز الاتحاد الأوروبي الفيفا عمر ما شفنا توماس مولر مرشح لجائزة البلندور مثلا او على مستوى افضل لعف وسط الملعب في العالم مع انه يستحق ده بالارقام وانت من خلال تحليلك ممكن تشرح لنا قصة توماس مولر مع باير ميونخ فعلا توماس مولر في عالم مظلوم اعلاميا في ألمانيا وفي أوروبا وفي العالم بشكل كبير توماس مولر يعني نحن نقول ليفندوسكي هو أكثر من أحرز الأهداف وطبعا في آخر 3-4 سنين ولكن الرجل المساهم الأول في مساعدة ليفندوسكي في تحقيق مثل هذه الأرقام هو توماس مولر توماس مولر بالأرقام وعنا عرض برضو الأرقام مع حضرتك بتبين عدد مساهماته وقوته هو دي محضر لنا أنت لقطة ده طبعا الأسست والأسست اللي بيعمله توماس مولر بسهولة وخلي بالك توماس مولر بيلعب في كذا مركز يعني توماس مولر بتحطه جناح يلعب راس حربة يلعب عشرة يلعب فعنده يعني عنده مهارات كبيرة جدا جدا أهم ما يميز توماس مولر هنا التمركز دايما بنلاقي حالات مكررة جدا لو احنا شوفنا هنا معنا في الصورة الزحمة اللي عملينها البلوك اللي عملينه المدافعين توماس مولر دايما بيخلق المساحة وهو ينزل على الريب ويقطع ما يميز توماس مولر في الأسست هو التمريرات المفتاحية من أكتر الناس اللي ساهمت في الأسست 18 أسست لهذا العام على التوب في أعلى نسبة في أوروبا في الخمس دوريات الكبرى توماس مولر هو أعلى واحد في المساهمة في الأهداف وصناعة الفرص الأسست توماس مولر في المسال دايما مقرر دايما تلاقيه بيقطع دايما بيفض نفسه المساحة يعني هنا المسال لكابتن هاني أبوميانج فين يعني نرجع شباب نرجع توماس مولر تاني ترجع تاني كده زجاله ممكن ترجع ماشي نوقف عندي هنا ونشرح هو طبعا تلعبت الكرة اللي سانيه لكن عايزين نشوف توماس مولر يعني توماس مولر أعتقد هو ده موجود في الصورة دي اللي عليه الدائرة دايما بالزبط كده شوف يعني يا كابتن هاني البلوك الكمباكت الدفاع اللي بيعمله الفريق فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني قفلين على أبوميكانو هنا صحيح ولكن ومع كل ذلك دكت توماس مولر في الأسست وده المعروف عنه ده دايما اللي بيظهر توماس مولر بيعرف يوصل الكرة حتى لو في العمق ما بين المدافعين بشكل رائع جدا والهدف دوت حبينا نحن نجيب الحالة ديت بالذات لانها بتوري وتوضح قوة توماس مولر في الملعب فيه اولا انا عايز ادفلك كمان التمركز كان مهم جدا حتى مع بداية الهجمة ان هو سحب نفسه عشان يبقى بعيد عن الرقابة ده مهم جدا يعني دوت هو اللي خلق نفسه المساحة ديت عشان يبعد عن الرقابة وممكن اي حد يشوف الصورة دي ويقولك انا انا هصلح وشوت يعني الصورة دي اول ما نوقفه يقولك الراجل ده هيصلح نفسه وشوت وبالتالي هو واخد القرار سريع جدا انه يلعب الاسست ان تايم خلي بالك برضو الموضوع ده ان تايم عشان لو اتأخر شوية طبعا هو دلوقتي كان ممكن جدا لو متأخر هيطلع اللعب ده افصيت لكن التحذير انك بتخرج نفسك من البوزيشن اللي انت ما تبقاش تحت ضغط وكمان سرعة الاسست نفسه ان تايم في الوقت المناسب صحيح كان عنده اكتر من حال كان عنده قرار انه هو يسجل زي ما قلنا وضحنا بالسهم انه هو تروح ولكن الطايمينج المناسب والشورت باس والتمريرات المفتاحية هو ما يميز توماس مولر يعني احنا عندنا ارقام توماس مولر الناس يعني لازم تعالوا انا وانت نوري الناس برضو ارقامه لانه هو زي ما بتقول لعيب محوري لعيب بلغة كرة جندي مجهول حتى في وسائل اعلان ده ارقام توماس مولر في الموسم الحالي لعب طبعا 37 مباراة احرز 10 اهداف حتى الان طبعا التزديدات على المربة 80 تزديدة عموما انتارجة 34 تزديدة المعدل التهديفي يعني 0.3 ما بيشوتش ضربات جزاء ولا بيشارك طبعا في الضربات السابتة ولكن عنده مميزات اللي هي الاسست والتمريرات المفتاحية اللي هي طبعا بتوصل المواجمين وخاصة الليباندوسكي احنا نشوف معنا في الجدول التاني حيبيلنا عدد الاسست المساهم فيه توماس مولر لهذا العام 19 هدف صناعة او اسست لهذا العام حتى الان 19 وده اعلى رقم في الدوليات الخامس الكبرى حتى الان توماس مولر صناعة الفرص المحققة 17 التمريرات المفتاحية عنده يودي اللاعبين زي ما بينا في الحالة 2.6 يعني نسب مهولة جدا ارقام كبيرة وزي ما بقولك يعني بالرغم الارقام ديت ومساهمة توماس مولر كمان على مستوى المنتخب الالماني ومازال توماس مولر يعني زي ما نتقول مظلوم اعلاميا بشكل كبير جدا ولو رجعنا على الاربع خمس سنين اللي فاتوا اعلى نسبة اسست في العالم كلها في التوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي الموسم الماضي الموسم الماضي طب معنا جدول لو الشباب برضو حابين نعرضوا معنا ماشي ممكن لو فيه جدول حتى نعرف الراجل ده شغال من الموسم اللي فاتوا الموسم اللي فاتوا ومحدش شوق باله يعني يعني احنا معنا طبعا ارقام نقول ان توماس مولر في الموسم عشرين 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 واحد وعشرين اعلى اسست في العالم والتوب فايف ليكس ب18 هدف الموسم اللي قبله 19 عشرين هو برضو اعلى نسبة اسست وسبق حتى كان وقتها لميسي مع برشلونة كان هو رقم واحد اخر اربع مواسم توماس مولر هو الطوب رانكينج فيه الاسست على مستوى طبعا المقارنة الافضل لعب في صناعة اللعبة في الدوريات الخمسة الكبرى للسنة 19-20 زي ما احنا شايفين ان توماس مولر صناعة الاهداف كان يتفوق على ميسي على ديبروين على جوميز على ديمارية طبعا كلهم اسماء كبيرة جدا ولكن توماس مولر كان متفوق زي ما انت بتقول يا محمد في 21 صناعة الاهداف متفوق على ميسي او بيعادل ميسي متفوق على ديبروين وطبعا وجوميز وديمارية واضح ان كمان السنة دي كان ممكن جدا واصل لهجل ارقام او افضل 19 هدف ولسه تقريبا فيه يعني 10 جولات او 8 جولات 9 جولات فعنده لسه المساح ان هو يساهم بشكل اكبر في صناعة الاهداف مظلوم اعلاميا توماس مولر ولكن مساهم هو الجندي المجهود زي ما حدرتك قلت في تحقيق ليفاندوسكي للجوائز الكبيرة لازم يعني الناس تبص على ارقامه ولازم يتاخذ كل ده في الاعتبار ونتمنى طبعا توفيق لي ان هو يكون ظاهر على منصة تدوين انا بنشكرك كمان اتمنى لك كمان توفيق منورنا دايما محمد ودايما بتجيب لنا كل جديد وان شاء الله متواصلين معاك لان ان انت عندك دراسات على الاعلى مستوى بنشوف من زوايا اخرى يعني بنشوف من زوايا اخرى شيء مهم جدا النهاردة كان سنائية طبعا بتكلم على سون وكين وان شاء الله الاسبوع اللي جاي تحضل لنا بقى حاجة للمان سيتي لان الصراع مستعن في الفريمير الليك فعايزين كمان حاجة شغل جارديولا بيشتغل ازاي ان شاء الله تكون معنا في الاسبوع اللي جاي ودايما بتشرفنا متنوارنا شكرا حضرتك شكرا شكرا لحضرتك على المتابعة طبعا ان شاء الله معادنا الاسبوع اللي جاي مع يوم جديد مع المحترف اسيب حضرتك مع اسطورة عالمية بليه ان شاء الله بإذن الله لقاء مع حضرتك الاثنين اللي جاي في شاشة النادي العظيم النادي الاهلي اللي بتمنع له يا رب كل التوفيق يوم السبت والفوز على المريخ السوداني والفوز بال11 شكرا لحضرتك واشوفكم الاسبوع اللي جاي